موسيقى الرئيس السيسي يؤكد أن مع نهاية عام 2021 لن نجد عربة قديمة على خطوط السكة الحديدة موسيقى رئيس الوزراء يهني والرئيس السيسي بالذكرى العاشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير موسيقى وزيرة التجارة والصناعة تختتم مباحثاتها مع كبار المسؤولين بالحكومة السودانية موسيقى الواحدة ظهرا في القاهرة موجز لهم واخر الأخبار من التلفزيون النهار أهلا بكم أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه ومع نهاية عام 2021 لن نجد عربة قديمة على خطوط السكة الحديدة وأضف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة بورسعيدة أن الدولة لن تترك هذا القطاع مشيرا إلى أنه تم البدء في ميكانة وكهربة الخطوط وتطوير المحطات والمعدات مثل الجرارات والعربات وغيرها وفيما يخص المشروعات التنموية قال الرئيس السيسي أن الريف سيتغير شكله في خلال ثلاث سنوات بشكل كبير موضحا أن الدولة تنشئ محطات معالجة فنائية وثلاثية طبقا للموقف وأضف الرئيس السيسي أيضا أن تطوير القرى لا يتوقف على هيئة المجتمعات العمرانية أو وزارة الكهرباء فقط وإنما نحتاج إلى حجر كل الطاقة وليس فقط المجتمع المدني أو الحكومة ولكن نحتاج إلى المواطنين أيضا كما أكد سيادة الرئيسي بأن الدولة تعمل حاليا على تحسين قطاع الكهرباء بعدما تم حل مشكلة وغيرها من القطاعات بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ببرقية تهنيات للرئيس عبد الفاتح السيسي بمناسبة حلول الذكرى العشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير وقد أعرب رئيس الوزراء عن تقديم أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات للرئيس السيسي داعين المولى عز وجل توفيق والسداد لرئيس الجمهورية في استكمال مسيرة التنميات الشاملة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير من أنباء حول إنفاق تسعين مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية ومن جانبها أكدت وزارة المالية أن تمويل إنشاء مشروعات العاصمة الإدارية وكذلك المدن الجديدة يتم خارج الموازنة العامة للدولة وبشكل مستقل ومنفصل تماما عنها موضحة نجح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات وتحويلها إلى مصدر لتمويل بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة عن بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها وصلت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع مباحثاتها مع وزراء الحكومة السودانية وذلك في ختام زيارتها للعاصمة الخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى وأشارت الوزيرة إلى إمكانية دعم مصر لسودان فيما يتعلق بصياغة خريطة استثمارية صناعية والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن مشيرة إلى أن هناك فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إنشاء وإدارة المجمعات الصناعية والمناطق الحرة كما أكدت الوزيرة إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر أمر حتمي خاصة في ظل علاقة الجوار والروابط التاريخية الوثيقة وهو الأمر الذي تسعى الحكومة لتنفيذ بالتعاون مع الحكومة المصرية تلقى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي تقريرا من القطاعات المعنية بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات فيما يخص إجراءات المحافظات لتطبيق قرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين هذا وقد قال وزير التنمية المحلية بأنه تم تطهير وتحقيم محافظات الجمهورية منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الثاني والعشرين من يناير الجاري في سبع وعشرين محافظة بلغ حوالي ستمائة وسبعين ألف مبنى متنوع وتشمل الأسواق والمواقف والمباني الخدمية وأشار شعراوي إلى تحرير مائتين وعشرين محضرا لمنشآت قامت بمخالفة الإجراءات الاحترازية وتم تحصيل غرامات ومخالفات وصلت لسبعمائة وخمسين ألف جنيه من المخالفين أعلنت وزارة الصحة أمس عن خروج أربعمائة واثنين وثلاثين متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى مائة وخمسة وعشرين ألفا وستمائة وثلاث حالات وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل سبعمائة وثمانين واربعين حالة لفتا إلى وفاة اثنتين وخمسين حالة جديدة مشاهدين الكرام نعود إلى برسعيد لمتابعة التغطية اللحظية لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتتاح عدة مشروعات قومية هناك انتهى بهذا مجازنا الإخباري إلى اللقاء